طيب هنروح لمنتخب اليد منتخب اليد ده هيشارك في بطولة أفريقيا اللي جاية في يناير القرعة عملت النهاردة الصبح وبانت المجموعات يمكن هم أربع مجموعات هنقولهم مع بعض المجموعة الأولى تلات مجموعات أنا أسف تلات مجموعات مصر وقعت في المجموعة الأولى كونجو الديمقراطية الجابون الكاميرون طبعا وعلى رأسهم مصر المجموعة التانية بتضم أربع فرق تانين المغرب وأنجولا ونيجيريا وكينيا المجموعة التالتة تونس وكفرد وغينيا والسنغال كده بنيكلم في 12 فريق أربع فرق 16 فريق طبعا منتخبنا بفكركم لو نسيين منتخبنا هو حامل لقب البطولة اللي فات بعد ما فاز على تونس في تونس في وسط ملعبهم وجمهرهم منتخبنا هيستعد البطولة دي بشكل مميز طب إيه استعدادات المنتخب دي مجموعتنا تاني بقولها لحضراتكم عندنا مصر الكونجو الديمقراطية الجابون الكاميرون مجموعة على فكرة مش سهلة مجموعة الكونجو الديمقراطية فرقة محترمة والكاميرون فريق متعب بس ان شاء الله احنا هنتصدر المجموعة ان شاء الله طيب هنستعد دي زي البطولة دي عندنا بطولة في السعودية ان شاء الله هنشارك فيها من الفترة من 15 لغاية 21 ديسمبر اللي احنا فيه من غير اللعبة المحترفة طيب بعد كده هنضم لنا اللعبة المحترفة وهنروح نلعب بطول قطر الدولية اخر الشهر وبعدها هنلعب في بطولة الدولة الذهبة مع المنتخبات النرويج وفرنسا والدنمارك بفكركم بطولة افريقيا اللي جاية تبقى امتى في شهر يناير من 13 ل24 يناير القادم في المغرب البطولة هتبقى من 13 ل24 يناير في المغرب المغرب يمكن استضافة بطولات استضافة بطولة ابطال الكقوس اللي الفاس فيها النادي القليل في مطلع هذا العام او في مطلع الموسم مش العام كانت في نص شهر عشر بالزبط والحقيقة بتبقى غالبا في مدينة اغادير يمكن هي المدينة او عاصمة كرة اليد في المغرب وش المغرب علينا حلو الحقيقة بيبقى المنتخباتنا بتلعب هناك كويس اندياتنا بتلعب كويس هناك والحقيقة المنتخب رابع عالميا فخلاص احنا ان شاء الله نحقق اللقب التامن صح؟ احنا معنا سبعة ويبقى ده التامن ودي مؤهلة لبطولة العالم خلي بالكم البطولة دي مؤهلة لبطولة العالم اللي اتعاملت في مصر وكد اخر بطولة تتعامل في دولة واحدة البطولة اللي جاءت تعمل في الدنمارك والنرويج صح يا جماعة رانا غلطان السويد ودولك تاني يعني هتعمل في دولتين وخلاص بعد كده هيبقى النظام كده هيبقى النظام في بطولات الدولية او بطولة العالم في كرة اليد هتبقى دولتين اللي بتنظمه يمكن اخر بطولة عامل الدولة واحدة هتتنظمها هي بطولة بطولة عاملت في مصر السنة اللي فاتت وكل التوفيق طبعا لمنتخبنا المنتخب بيؤدي بشكل كويس رابع لعالم يمكن اول مرة نشارك فيه بطولة الدوري الزهبي اللي هم اكبر او اعظم اربع فرق تصنيفا على مستوى العالم انت متخلين يا جماعة يعني انت متخيل كده لما تلاقي نفسك فرق جماعية وانت رقم اربع للعالم يعني انت بتتكلم فيه بطولة العالم اتعامل في هولندا والسويد لما تلعب بطولة اسمها الدوري الزهبي اربع فرق احسن اربع فرق في العالم انت منهم مصر منهم يبقى نقدر ومن ندرش نقدر عندنا كوادر عندنا كوادر كل ده تعمل بانجاز مصري اتحاد مصري لعيبة مصريين الحمد لله يعني عندنا الكوادر هي الموضوع محتاج شوية تخطيط وشوية اهتمام وشوية مجهود هتلاقي مصر بقت في حتة تانية خالص لان احنا عندنا الحقيقة الكوادر والبنية التحتية لتأهلنا نبقى يعني رقم واحد في الرياضة